كما هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأورثوذوكسية برئاسة البابا تودروسة ثاني بابا الإسكندرية بطر يركع الكرازة المرقسية الشيخ محمد بن زايد الانهيان لمناسبة اختياره رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وعرب البابا تودروسة ثاني في بيان للكنيسة الأورثوذوكسية عن الثقة في أنه سيسير على درب البناء والرقي والتقدم الذي أرسه الأب المؤسس والشيخ زايد بن سلطان الانهيان مستكملا المسيرة الناجحة التي قادها الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد وأضاف أنه يصلي لكي يوفق الله خطاه لما فيه الخير والسلام لدولة الإمارات وشعبها العظيم